والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاتنا مجموعة من الأسئلة من الإخوة حضور الحلقة ونحن نستعين بالله تعالى على الإجابة عن هذه الأسئلة السائل بيقول اسم الدكتور الذي يتكلم وقال إنه الشيوخ بينزل المطر ده اسمه صلاح الدين الخنجر دكتور أستاذ في جامعة مدرمان الإسلامية كلية الطيب والمقطع موجود المقطع بتاعه موجود في وسائل الإعلام زي اليوتيوب لو خشيت وبتلقى المقطع موجود وردين عليه في حلقات كثيرة جدا وكلامه ده الطفل الصغير ما بيقبله شافح صغير يا داب في الروضة لو قلت لا ولد البنزل المطر منه بيقول لك منه بيقول لك أبوي بيقول لك الله تبارك وتعالى والله في الروضة ما بالك بيزول دكتور تعرف دكتور يعني شنو يعني ده قاري جامعة خمسة سنوات وبعدها ماجستير سنتين وبعدها دكتورة سنة ولا سنتين ديل عملا كم عملا كم ديل تسعة سنين مش كده ضيفلين حقين السنة والثلاثة وارجع ضيفلين حقين الأساس التمانية بعد القراءة دي كلها قراءة بتاعت خمستاشر سنة بعد شوية قراءة بتاعت خمستاشر سنة وتعين في جامعة جامعة تعتبر جامعة إسلامية بتخرج ناس دعاة وناس بيقولوا الله قال والرسول قال عليه الصلاة والسلام وفي كلية الطب في كلية الطب بعد كله نتيجته إنه شيخ بنزل المطر والله هذه نتيجة خائبة ونتيجة سيئة ونتيجة خسرانة أيما خسران شافع صغير لسه ما قرأ أي شي بيقول لها قال دكتور أنت بليد ساي يأتو شيخ وقال بينزل المطر على حسب الطلب ياخد مطر ولا فول مطر ولا فول على حسب الطلب يعني لو دار نقطتين تدفع اثنين جنيه دار تملك كريستالة خمسة جنيه برميل خمسين جنيه أنت زي واحد قال لي قال لي في شيخ بيدي الفاتحة على حسب قال لي عندهم فاتحة فاتحة كده بي غمسين وفاتحة كده بي مية وفاتحة كده ميتين قلت لها ده فاتحة ولا بتيخ يا أخي الله يهديك بتيخ هو شغلة بتاع تلعب ساي أخي الله يهديكم يا أخي شغل علّي الصوت بس سريعي قوني على الناس المطر زاد مرة قلون على المطر عنده أسفاق فزهب الناس يبحثوا نحن في السودان مراد بنفشي للمشايخ نحن نتفعل دروش ريكو ياسي بتنزيل الأمطار والمطر زادر مراد بنفشي للمشايخ على حسب المطر عجبك 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 ما عجبك نعمشي أفتعله بالأخي الشرطة في ناس بيهددو المطر على حسب المطر في ناس بيهددو المطر على حسب المطر سمعتو دا هو الدكتور وبيصورتو انت الصورة بس ما شفتها لكن بيصورتو والكلام دا دي محاضرة في ميدان المولد عمشي أحضرها شو الناس القاعدين قدامو كم نفر كم راس أكتر من ألف راس قاعدين قدامو كلهم بيعتقدوا نفس العقيدة لأنه ما في ذول قال لي يا دكتور انت غلطان قال عجبك عجبك ما عجبك ما عجبك أمشي أفتح بلاغ في الشرطة نحن ما بنفتح بلاغ في الشرطة لكن بنمر مضيك الواطف في الحلقات دي بتعرف المعلومة دي دكتور ولا بروف شوف نحن مهما بلغت والله عمتك لو من هنا ليه فوق فوق للسماء دي عمة بس من هنا ليه فوق للسماء بيقيت تلخبط في الدين وتضلل المسلمين والله بننزلك طوالي ولا عندنا لك أي احترام ولا أي كرامة عرفتها فلا بد الناس تعرف المعلومات دي زول يحترم نفسه دكتور خليك محترم يا أخي انت تدخل في حق الله ليه ليه بتدخل في حق الله تشيل حق الله تدي له شيوخ ونص الشيوخ أو كلهم الهو بيقولهم ديل ميتين يا ناس في ميت بنزل مطر هو كده غلي يقوم خليه وشي كده يقوم بعد ذاك نتفاهم هل بيجيب مطر ولا ما بيجيب فديهو الدكتور بالنسبة لسؤال السائل وتحزر هؤلاء الدكاترة لأنه بيجيبوا لك في التلفزيون كان شفته في غناة النيل الأزرق تقول مولانا لابس له جاء الأخدر وعمة كيف وجلابية بيضة وقاعد مع الكاميرا كده يلمع تقول دا مولانا خلاص دا يا هل بيأخذوا منه الدين وهزول فاشل ساي كيسو فاضي ما عندو شي طيب قال له السؤال الثاني مين انتو جماعة أنصار السنة أم وهابية أم مجموعة من الشباب دعاة نحن ما تابعين أولا لجماعة أنصار السنة نمرة واحد نمرة اثنين ما وهابية ولا تابعين لأي حزب ولا لأي طريقة قال لك أم ولانا ما ممكن والله ما ممكن ما ممكن ليه المانع شنو يعني نحن مسلمين زيك إيه تاسي تابع لمنو قال لك أم ولانا ما تابع ليزول طيب أنا ذاتي ما تابع ليزول لا تابع خلاص انت ذاتك تابع نحلها كيف ما شغل ما ساي تدار تتبعنا للناس ساي نحن لا شاعلين بطاغة تعال فتش هذه المحفظة ما في أي بطاغة ولا منظمين ولا أي شي وما في أي عنوان نخطنه لك جماعة كده ولا طريقة كده وما وهابية وهابية ذاته يعني شنو يعني شنو وهابية ما في جماعة في الدنيا كله اسمها الجماعة الوهابية أمش فتش شوف قائمة الجماعات والأحزاب ما في قائمة مسجلة جماعة كده حزب كده طريقة كده أمش فتش هل بتلقى في الجماعة الوهابية ما بتلقى أبدا هرفت نحن ناس مسلمين شوفنا في منكرات في المجتمع هذا والله تبارك وتعالى علمنا علمنا من فضله هرفت علمنا من القرآن ما علمنا وعلمنا من السنة ونسأل الله يزيدنا علمه وشوفنا إنه في منكرات في المجتمع وطلعنا ننكر هذه المنكرات هل الكلام ده فيه عيب فيه عيب ما في عيب لكن لأنه المجتمع السوداني دعوت إنه أي ذول عنده ديقين ولا بيزقصير ده بيصنفو لك طوالي قل لك أوه الجماعة جو لا ديل ما جماعة ديل ما يوم الجماعة ديل فكوا الشغل الزمان انت ما جايب خبر والله يباعوا واشترو بابا كاسي انت ما جايب خبر قال لها مستورة لما نجل يديك في يوم من اليوم يعني أسي قضيتنا الكبيرة إنه البلد دي فيه شرك ولا ما في لأنه في سائل هنا برضو جوا قال لي الصوفية قالوا البلد ما فيه شرك ليه ما فيها بعدين سؤال ما الذي يضر الصوفية لو قلنا إنه في البلد في شرك اللي بيضرهم شنو مع سؤال انت بيضرك شنو حسي لو قلنا البلد فيه ميلاريا انت بتتضرر بها حاجة البلد فيه ميلاريا يجي واحد يقول لك لا البلد ما فيه ميلاريا وتلقاه زعلان يا دول انت البعوض وادعمك اللي بيجيبها الميلاريا لا لا ما وادعمك طيب زعلان ما لك ما لك زعلان لو البلد فيه ميلاريا انت زعلان ليه بس أمشي حصن نفسك وحصن أولادك من الميلاريا لكن زي ما بنقول في السودان الفي قلب حرقص براه برقص رفتا في قلب حرقص براه برقص لما تقول البلد فيه شرك تلقى بيتحك حك ما تقوله في شرك يا مولانا ليه ما أقول انت تطريق بيجنو لا الحرامي لما تتنظم في السرقة وتقول السرقة حرام والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما تتكلم في السرقة وتتكلم في الخمرة تلقى الحرامية بيتحك حكو وتلقى ناس الخمرة بيتحك حكو ليه لأنه زي ما بنقول طرف الصوت لحقو عرفته ما دائر انت تتكلم في الشي اللي هو بسوي نفس الحكاية بيجيك واحد هو واقع في الشرك واقع في الشرك ولو كان بيصلي ولو كان بيصوم لأنه الله قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون تلقاه بيصلي في الصفة الأول في الجامع الخمسة صلوات تلقاه صلاة الصباح قبل المؤزن تلقاه في الجامع شغال قاعد جاري سبحة كر 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 قاعد جوه في المسجد عرفته ويصلي وعامله خمسين عمره وستة حجج ولسه داني أعمل السابعة السنة دي مجده كله كويس ولا كعب ده ما كويس كله بيأكل الناس تلقاه كله جمعة بيطبح بيطبح له طبيحة وبيأكل الفقراء والمساكين وصول باربه والدينه لدينا ما ما تتصوره بعد ده كله إن ماشي في الشارع ادعتر سأبس ادعتر كوب يا الصالحين وادر الفقر ده كله كله راح انتهى كله الصلوات الخمسة والفرايض والنوافل وأكيل الكسرة وتحفيظ القرآن والخلاوي كله انتهت بكلمة واحدة بس بكلمة واحدة إنه نادى غير الله كويس؟ ويخواننا لا الناس تنادي غير الله ليه ذاته ياخي بل عقل ياخي تالله ما مكفيك هل الله ما مكفيك لكي تلجأ لي غيره هل في حاجة عند الله أنت ما لقيته رزق عند الله ما فيه الرزق كله عند الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون جنة الجنة عند الله ما لقيته الجنة عند الله يا أخي الله قال وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم تاني دائر شنو دائر له قروش دائر قروش أيوة القروش عند الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا تاني دائر شنو تاني دائر تزوج هاي أطلب من الله إنه يزوجك تاني دائر شنو دائر لك بيت في الخرطوم دائر بيت في الخرطوم قولي يا الله ديني بيت في الخرطوم المشكلة التاني دائر شنو أي شي دائره إنت كان من الدنيا ولا الآخرة دائر الجنة أيوة قولي يا الله داخلني الجنة مش الموضوع الده طيب التا دا كله كله دا بتخلي تمشي لذول زيك لشنو قول لك يا مولانا دين مع الصالحين يا أخي قول صالحين صالح داري يسوي لك شنو يعني هو صالح اللي رقبته هو ما عارف روحه ذاته في الجنة ولا في النار تاتي الشعبة ماشي تشعلك فيه هو ما عارف روحه ماشي وين ذاته فيأخواننا دا بالنسبة لمسألة وجود الشرك بالله تبارك وتعالى وأنا أكتفي بهذا القدر وأترك باقي الأسئلة المتحدثة من بعد يفصل ويتم باقي الأسئلة جزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر